إلى تطورات في لبنان قتل عنصر من حزب الله وجرح آخر بغارة على دراجة في ميس الجبل جنوب لبنان أفاد مراسل الحدث بأن سلسلة عنيفة من الانفجارات دوت في المناطق الحدودية جنوب لبنان فجر اليوم وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 15 غارة جوية استادفت المنطقة الحرجية والبساتين بين أطراف بلدات في قضاء صور حيث شكلت حزاما ناريا كما شنت طائرون الحربي الإسرائيلي غارة على النقورة وأشرت إداعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش هاجم خلال ساعات الليل مواقع الحزب اللاجنوب لبنان دمر نحو 25 منصة لإطلاق الصواريخ أظهرت مقاطع فيديو استهداف سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة عدة قرى حدودية في جنوب لبنان ومن هذه اللقطات ومعك مراسل الحدث محمود شكر أنت معنا من جنوب لبنان ماي التفاصيل لديك؟ نعم إن هذه التفاصيل على المستوى الميداني هو أنه كانت آخر الغارات منذ بعض الوقت وتحديدا في بلدة ياطر هذه البلدة التي تقع على نفس خط البلدة التي استهدفها الطيران الحربي بالأمس ومع ساعات الفجر وهي الزبقين إذا أخذنا الخريطة نجد إلى أن زبقين هي على طريق الساحل بالقرب من الصور بينها وبين الناقورة الغارة الأخيرة التي وقعت منذ عشر دقائق هي بالضبط فوق هذه البلدة مما يعني إلى أن الكثافة النارية التي يستعملها الإسرائيلي منذ الأمس وتحديدا من المنصور إلى مجد الزون إلى الزبقين إلى ياطر إلى النقورة تتمحور في نقطة جغرافية واحدة ما تقارب ستة إلى سبع كيلو مترات الكثافة النارية الهائلة هي تتجه إلى هذه المنطقة وكان قد سبق ذلك منذ تقريبا عشرين إلى خمسة وعشرين دقيقة أن أرتل الجانب الإسرائيلي مفخختين من نوع درون انفجرتها في حديقة مارون الراس أي بالمقلب الآخر من هذه النقطة التي نحن نتمركز فيها في بلدة مارون الراس الحديقة هي تطل على الحدود مباشرة وكان قد سبق ذلك بالتدريج الزمني لشريط الأحداث الخبر الذي أشارت إليه وهو في ميس الجبل حيث غارة مسيرة باتجاه دراجة النارية المعلومات أشارت إلى سقوط مقاتل لحزب الله وجرح آخر وزارة الصحة اللبنانية أشارت إلى سقوط مواطن وجرح آخر لنتظر النعي الرسمي من الإعلام الحربي لحزب الله في هذه القضية وتحديدا من جهة هذا المقاتل العسكري ولكن الذي يتوقف عنده هو الذي بدأت به وهي سلسلة من الغارات العنيفة تمركزت مع ساعات الفجر وتحديدا من الساعة الرابعة والنصف والخامسة تقريبا في القطاع الغربي وتحديدا في التلال المحيطة بزبقين حيث كان هناك ما يقارب أكثر من عشر غارات في نقطة واحدة تبع ذلك أن كانت الأصداء لانفجارات متتالية من التلال والأودية وصلت إلى أغلب قرى وبلدات الجنوب حتى هذا التوقيت هي من سبعة إلى ثمانية غارات قام بها الجانب الإسرائيلي في كثافة عالية من النيران ومن الاستعمال للصواريخ الجو الأرض بالإضافة أيضا إلى أنه حتى هذه الساعة لم نرصد أي عملية من قبل حزب الله باتجاه الداخل ما بعد الخط الأزرع وبالتالي نبقى في متابعة معك لأي جديد يطرح وأيضا في متابعة لأي تطورات يمكن أن تكون مختلفة عن ما نتابعه معك على مدار كل الأيام الماضية خاصة على هذه الجبهة اللبنانية الجنوبية للبنان الشمالية لإسرائيل شكرا جزيلا على هذه المعلومات مراسل الحدث محمود شكرا كنت معنا من جنوب لبنان تزامنا مع تزايد التهديدات الإسرائيلية للبنان نقلت صحيفة هائرتس الإسرائيلية عن مسؤول غربي قوله أن الإدارة الأمريكية حذرت إسرائيل من المبادرة لتصعيد واسع وحرب شاملة مع لبنان بحسب المسؤول الغربي فإن واشنطن أبدت مخاوف من أن يدفع فشل إبرام صفقة بين حماس وإسرائيل إلى شن حرب على حزب الله نقلت هائرتس عن مسؤول أمريكي أن أمريكا تؤيد إجراءات إسرائيل ضد حزب الله لكنه حذر من عواقب أي حرب واسعة لفت المسؤول الأمريكي إلى أن طيلة شهر أغسطس الماضي كان خطر الحرب مرتفع للغاية وأن واشنطن حاولت الترويج لصفقة الرهائن لمنع ذلك تحدثت صحيفة لبنانية مقربة من حزب الله أن الجيش الإسرائيلي يقوم بمناورات وتدريبات عسكرية لزيادة قدراته على القيام بعمل عسكري بري في لبنان مضيحة أن تلك التحركات لا تستهدف لبنان فقط بل الأراضي السورية أيضا الصحيفة وإذ ذكرت أن جهات أمنية واسعة للإطلاع تتكلم عن نشاط أمني سياسي إسرائيلي لخلق واقع سياسي وشعبي ضاغط على الحزب بلبنان وسوريا أوضحت أن إسرائيل ترسل إشارات بأنها قد تضطر في بداية أي عملية عسكرية إلا قطع طريق أي إمداد بري يحتاجه حزب الله وقطع التواصل بين البقاع والجنوب اللبناني في هذا الإطار كشفت تلك الجهات أن الجيش الإسرائيلي يخطط لشني عملية عسكرية برية يدخل من خلالها إلى مناطق الجنوب والجنوب الغربي لسوريا ويتقدم شرقا باتجاه عمق لبنان بغي تقطع الطريق بين البقاع والجنوب من بيروت ينضم إلينا العميد الركن المتقاع السعيدة القزحة المحلل العسكري أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث في الفترة الأخيرة كان هناك تكثيف للتصريحات المتعلقة بانتقال السقل العسكري الإسرائيلي إلى الشمال الإسرائيلي الجنوب اللبناني لأن نتحدث حتى عن وضوح أكثر لهذه الخطط عن توسيع الحرب لتشمل هذه الجبهة نتحدث حتى عن شكل هذا التوسيع بأنه سيكون بري سيبدأ من سوريا هل يعني ذلك بأنه اقتربت الحرب من لبنان صباح الخير ستة ضحة أن الحرب بدأت منذ الثامن من أكتوبر في لبنان وعلى لبنان نحن في خضم الحرب ولكن التصعيد أو المعارك ستكون أحيانا خفيفة وأحيانا كبيرة وأحيانا تتصاعد الوتيرة ولكن الحرب قائمة أما ما يعنى بالحرب وما يتحدث عنه الجميع هو الاشتياح البري أو الحرب الموسعة على لبنان للاشتياح البري الإسرائيلي للبنان أو الغزو البري الإسرائيلي للبنان محاذير كبيرة جدا وأثمان لا أعتقد أن الإسرائيليين قد يتحملونها أو أنهم مستعدون لدفعها طالما أنهم في حرب الاستنزاف التي يكمون بها الآن وملاحقة عناصر ومراكز وقيادات حزب الله يستطعون فرض أمر واكع على حزب الله وقد يجرون حزب الله إلى التفاوض أو إلى الكبول بما يريدونه لكن كان في رهنات كثيرة سيادة العميد في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر كان في رهنات كثيرة وتفسيرات كثيرة بأن مثلا إسرائيل لا تستطيع المضي في حرب أكثر من أسبوعين الآن هي في حرب منذ أكثر من عشرات أشهر بأنها ستضطر لإعادة الأسرة بأي شكل من الأشكال الآن نتنياهو يقتل الأسرة في غيراته المستمرة على كل القطاع وبالتالي الرهان بأنها ربما ستخسر كثيرا إذا توسعت في نطاق الحرب مع لبنان إلى حرب أكبر وحرب شاملة هل هذا الرهان في محله الآن؟ في العقيدة العسكرية الإسرائيلية باند هو الحرب القصيرة ومنذ حروب إسرائيل في 67 و73 و82 تعتمد إسرائيل على الحرب القصيرة خمسة أيام ستة أيام هكذا ولكن اضطرت أن تدخل إلى غزة وأن تكون هناك حرب طويلة ولكن الآن إذا نظرنا إلى غزة ليس هناك حرب عسكرية بمعنى الكلمة ليس هناك اشتباكات برية ليس هناك أي معارك عسكرية بين جيشين هناك دماء هناك تدمير وقصف لغزة أما ان اضطرت إسرائيل أنا قلت أن قد طالما إسرائيل تستطيع أن تدمر وتقضي على قيادات حزب الله وعلى قدرات حزب الله من الجو وبالقصف وبالعمليات الخاصة لا أعتقد أنها ستخاطر وتدخل في اشتياح برية لأن الاشتياح البرية سيكون مكلفا جدا ولبنان غير غزة التحضير الذي قام بها حزب الله منذ 2006 والغاية الآن بالرغم من الأضرار الكبيرة جدا التي نشهدها يوميا التي توقيعها إسرائيل بقدرات حزب الله ولكن سيبكى الاشتياح البرية مكلفا جدا للإسرائيليين أن القصف الذي تكون به ومثلا الغارات التي قامت بها في الأمز إسرائيل لها غاية هجومية وغاية دفاعية الغاية الدفاعية هي تدمير مقرات أو مخازن الأسلحة والصواريخ لعدم إطلاقها على إسرائيل وتدمير أيضا مراكز إطلاق الصواريخ هذا من ناحية الدفاعية أما من الناحية الهجومية فهي تكون بتدمير وخاصة عندما نرى غارات عنيفة جدا هي تكون بتدمير مراكز الرمي أو مراكز القيادة هذا صحيح سيادة العميد هذا صحيح ولكن حضرتك كيف تفسر بالتفسير الأمني بالحس الأمني كيف تفسر كل هذه التصريحات حتى من وزير الدفاع التي يتحدث عن نقل الثقل إلى الشمال الإسرائيلي إلى الجنوب اللبناني كل هذه التصريحات ماذا تعني إذا إسرائيل تحقق وهي تحقق فعلا تتحدث عن تحقيق مكاسب تستهدف بدقة عالية عناصر وقيادات في حزب الله مخازن أسلحة ومع ذلك تتحدث عن أنها تريد ولا تريد التأخر حتى في هذه العملية أن التصريحات التي يتلقها الجيش الإسرائيلي تأتي ضمن الحرب النفسية طبعا والطرفان يستعملان الحرب النفسية حكما لأن الحرب النفسية لها دور كبير أيضا في المعارك وفي الحروب هذا أولا ثانيا عندما يقول وزير الدفاع أو وزير الجيش الإسرائيلي أن السقة الانتقل من الجنوب إلى الشمال هذا أمر طبيعي جدا لأنه ارتاح في غزة وهذا ما كنا نتوقعه وسيستدير إلى الوجهة اللبنانية ينقل السقل ولكن هل نقطة السقل هي غزو بري؟ هذا ما ليس مؤكدا وأن كانوا يقولونه ولكن ضمنه محاذير أولا محاذير بالخسائر التي سيمنى بها الإسرائيليون وثانيا الممنعة الأمريكية التي وإن كان العهد أو هذا الرئاسة الأمريكية على وشك التغيير ولكن تبقى لأمريكا الكلمة الكبرى مع الإسرائيليين إن لم تزودها بالزخيرة المطلوبة فلا تستطيع إسرائيل القيام أو أن تكون مرتاحة في العمل الذي تريد القيام به وذكرتم أن هناك اتجاه لعملية برية من الجلال السوري أو من جنوب سوريا والاتجاه غربا صوبة لبنان وليس شرقا إن هكذا عملية تستطيع إسرائيل القيام بها عسكريا ولكن هل تستطيع القيام بذلك في ظل الوجود الروسي على حدود الجولان مع فلسطين المحتلة؟ نعم شكرا جزيلا العميدة ركن المتقاعد سعيد القزح المحلل العسكري كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا شكرا جزيلا